دلوقتي هنحل بقى مسائل مرسومة فيها مقاومات وجهود بيقولك في الشكل الموضح اوجد جهد النقطة Y اولا الدني تايار باثنين امبيرا ثانيا الدني مقاومة بتلاتة اوم المقاومة تلاتة اوم محصورة ما بين النقطة X اللي جهدها معطى على الرسم والنقطة Y يعني ايه يعني انا لو جيت كده D-Y Mr. D-Y 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 الى حتة D-Y لغاية الى كل ده X وده نقطة اساسية بها حضرك بيها للتوالو التوازي ان السلك الفارغ هو نقطة بالنسبة لي ليه ال-R للسلك الفاضي احنا بنعتبرها بصفر مهملة صغيرة لما تحسبها بروف L على ايه صغيرة جدا ال-R بصفر اللي فيه بتاعة السلك فرق جهد السلك من بدايته لنهايته الحتة الصغيرة المزللة دي قدامك باللول الجرين تمام I-R R بصفر يبقى فرق الجهد بصفر يبقى جهد اي نقطة هو جهد النقطة التانية على السلك بمعنى ايه فرق الجهد هو جهد البداية نقص جهد النهاية بصفر يبقى جهد البداية وسهوا جهد النهاية جهد البداية وسهوا النهاية وهكذا يبقى الحتة دي جهدها ثابت اللي هو جهد Y وزيها بالمثل النقطة دي او السلك دا اللي هو X بينهم فرق جهد النقطتين X و Y ليه لان فيهم قاومة في النص ما بينهم هي اللي جابت فرق الجهد فرق الجهد مبين X Y I-R I ب2 أمبير في 3 قاوم المقاومة بقت ب6 فولت جميل انا جبت فرق الجهد خلصت المسألة لها يا حبيبي هو عايز جهد وليس فارق الجهد فارق الجهد وجهد النقطة الأولى ناقص جهد النقطة التانية هيساوي VXY VX 20 فولت ناقص ال VY مجهولة هيساوي الفرق ما بينهم ب6 فولت ومنها VY هتساوي 14 فولت مستر انا حلت المسألة غلط استاذ دا انت اللي حللها برضو غلط ليه حبيبي احنا اتفقنا مع بعض ان التيار ينتقل او تتحرك الشحنة من الاعلى جهد للاقل جهد انا قلتلك مين اعلى جهد ما قلتلكش حددتلك اتجاه طيار عشان تقول ان فارق الجهد هو جهد الاولى الكبيرة ناقص جهد الصغيرة بما ان اتجاه الطيار مش محدد يبقى المسألة لها حلين يبقى دا حل اول او حل واحد الحل التاني انه اقول في واي هي الكبيرة ناقص بي اكس ما انت مش محدد لاتجاه طيار يبقى الطيار يحتمل يكون جاي من واي لأكس او العكس الكلام دا هيساوي 6 فولت الفي واي مجهولة ناقص الفي اكس 20 هيساوي 6 اذا الفي واي هتبقى 26 فولت يبقى هنا يحتمل حلان 14 و 26 دول مجموعة الحل تبقى عن الاتجاه الطيار اه على الرغم من بساطة نقطة زي دي جيبها لك في الامسي كيو لانتحان اللي هتمنحنه وهيقول لك فان جهد النقطة اكس ورح هتطلق اوتوماتيك 6 جهد النقطة واي فاول اختيار الاختيار التاني 70 الاختيار التالت لا توجد معلومات كافية الاختيار الاخير 14 او 26 انت هتجرى على اول اختيار لانك انت طبقت اول حالة طيارة الدركتي دواعي ان ممكن يكون في اكتر من اجابة صحيحة والكلام ده حصل مع حضرتك السنة اللي فاتت في امتحانات الترم التاني كان فيه اختياري فيه اجابتين صحيحتين وقال لك اختر الاجابات الصحيحة ما قالش الاجابة رائد ضدقة في الالفاظ يبقى دي ده نقطة على اساسها الشحنة بتتحرك من الاعلى للاقل جهد هي نقطة فهم ناظري على اساسها لعبت معك انا ري